السيد الرئيس ان هذا الدعم والالتزام بتعزيز وحماية حقوق الانسان ما هو الا واجب فرضته الشريعة الاسلامية التي تستمد المملكة انظمتها منها السيد الرئيس تكافح بلادي التعذيب كل صورة المادية والمعنوية عن طريق الانظمة والتشريعات والاجراءات التنفيذية الصارمة والتي يتم تطبيقها على الجميع بالتساوي ودون تفرق او تمييز بغض النظر عن اي اعتبارات اخرى حيث حضر نظام الاجراءات الجزائية اذا المقبوض عليه جسديا او معنويا كما بحضر ذلك تعرض التعذيب او معامل المهينة للكرامة بالاضافة الى عدم جواز استخدام وسائل الاكرارة ضد المتهم او اجباره على الاعتراف كما يحضر النظام اجباره المتهم على التوقيع على رفض التصديق على اقواله واستنادا من القاعدة الشرعية التي تنص على ان ما بني على باطل فهو باطل فان كل دليل يتم الحصول عليه بطرق غير شرعية يعد باطلا فالادل التي تكون نتيجة الاكراه او التعذيب او تفتيش المساكن بغير اذن تعد ادلة غير مشروعة ولا قيمة لها كما ان الجهات القضائية والتنفيذية في بلاد ومن خلال الانظمة التشريعية تكفل للمتضررين التظلم لدى الجهات القضائية وهو حق للجميع بالتساوي دون تفرقى او تمييز كما تكفل للضحية الحق في رفع دعوة او الحصول على تعويض في حال وقوع انتهاك او ضدها ومحاكمة مرتكب هذه الانتهاكات وسوف تناقش المملكة تقريرها الوطني لاتفاقية مناهض التعذيب في ابريل 2016 السيد الرئيس